وجاء في هذا البيان تاحهم اليوم قال لك إعادة النظر في منظومة الحكم بإجراء تأديل عميق للدستور هذه العبارة بالذات قالها قابوا تفليقة في أول أو ثاني مجلس وزارة قابوا في 1999 وتلاعب بالدستور ودخل وقطع فيه هنا وزاد فيه الهيه ونحيه هنا وبعدين يقطعوا في قطعوا حوالي ست مرات منها ثلاث مرات بشكل كبير أصبح الدستور هذا يبدلوه أكثر من ما يبدلوا سبابتهم أكثر من ما يبدلوا ربما أحذيتهم يغيروا فيه يقطعوا فيه كم ما يحبوا يتلعبوا به كم ما يحبوا لكن هذه المرة تعديل الدستور هذا ليس فقط من أجل التلاعب بيناتهم والصراعات اللي قائمة وإعطاء المزيد من الصلاحيات حتى وإن ظهر العكس لكن هذا المضوع الهدف منه تقسير الثورة الشعبية تقسير الحركة راح يدخلوا لك في مواضع لباش الاستراتيجية مرة أخرى كل الخطوات التي سيقومون بها هي تقسيم الشعب ممشتش ضربة الزوافي ضربوا عشر شهر وهم زواف زوافية الآخر هذه زواف زواف ممشتش ممشتش الآن لي كانوا يقولونهم الزواف وعلمهم العلم الثقافي اللي يرمز القبائل وحاشا يكونوا زواف اللهم إلا الأذلاء منهم مثل كل باقي مناطق الجزائر لكبيل السيرفيس كما لزرب السيرفيس كما لشوي السيرفيس كما غيرهم ما عدا هذا بعد ما مشتش الآن يا الله جيبنا القضايا يدخل تقسم الناس يدخلك في الدستور راح يمسلك القضايا اللي الناس بطبيعة الأشياء قد تكون في البيت وتختلف حولها الهدف واشنو تكسير الحركة تكسيره بالدستور تكسيره بالبلطجية تكسيره بالخدع تكسيره بالزواف لما ما تمشيش يولي بالعكس وهكذا الشعب فاطن وفاطن جيد ولله الحمد للجمعة هذه اللي فاتت أثبتت أن هناك وعي رهيب أكثر كل مرة يفاجئنا الشعب بأنه يتفهم مش يتفهم يقرأ جيدا كل حيالهم وكل مكرهم وكل خداحهم